موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام وهذه الحلقة الخاصة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد فلاسفة في الزنزانة 25 حين يصبح الشاعر سارد أحداث تنكأ جراحا وتؤرخ مرحلة من وجع قضيته حين يصبح ناطقا بجرح أبناء جلدته المعذبين شهدا على ما يرتكبه الظلمة بحق من لا ذنب لهم سوى أنهم يبحثون عن وطن حر لا قمع فيه ولا ابطهاد فلاسفة في الزنزانة 25 رواية جديدة مميزة للشاعر الدكتور أنس الدغيم من سوريا ضيف هذه الحلقة من بيت القصيد أهلا بك أستاذ أنس مجددا بحياتي أستاذ مصطفى أهلا وسهلا ومرحبا لماذا فلاسفة في الزنزانة 25 ما الهاجس الذي سيطر على أنس الدغيم حتى تشكلت هذه الرواية الزنزانة هي الكلمة الصارخة لمعنى تقييد الحرية ولمعنى الطغيان في بلادنا التي نعيش فيها أما الرقم 25 فلكي أدلل على أن يوم السجين هو أكثر من 24 ساعة يا الله نعم الدوافع نعم يعني أنا سئلت أكثر من مرة عن سبب هذه التسمية فلاسفة لها شأن آخر سأبينه هنا ولكن الزنزانة 25 لها مدلولات كثيرة نعم اليوم الذي يعيشه السجين ليس كاليوم الذي يعيشه الحر يتجاوز 24 ساعة نعم بهمومه بثقله بآلامه بوجعه بالتعذيب الذي لا ينفك عنه هكذا كان السجناء في هذا السجن الذي أتحدث عنه هنا في هذه الرواية وهو من أسوأ السجون في تاريخ البشرية ربما لم تعرف البشرية سجنا أسوأ منه ولن تعرف هذا كل ظني وهو سجن تدمر الذي كان في صحراء تدمر والذي قتل فيه الآلاف من أبناء سوريا وغير سوريا كان هناك معتقلون من الأردن كان هناك معتقلون من فلسطين كان هناك معتقلون من العراق ربما بعضهم لم يقم بثورة ولا تمرد ولا كان صاحب رأي ولا فكرة في البلد الذي كان في هذا السجن ولكن لمجرد أنه من العراق مثلا وجاء يدرس جامعته في سوريا كما هنا صباح العراقي الذي كان يغني ويتمتم بأناشيد تعبر عن ألمه لمجرد أنه من العراق أخذ وزج في هذا السجن أكثر من خمسة عشر عاما وغيره كثيرون لهم قصص مشابهة أيضا نعم وربما كانت أشد ألما في هذه الرواية أحببت أولا أن أهديها إلى أم من دارية هذه الأم هي في الثورة السورية وصلها نبأ استشهاد ولدها تحت التعذيب في سجون الأسد في الثورة فقالت الحمد لله ما عاد يضربه بعد اليوم يا الله فضلت استشهاده على أن يعيش ويبقى تحت وطأة جلاده وكثيرون عندما خرجت وتسربت صور ما سمي بصور قيصر هي للقتلة المعتقلين القتلة في السجون وكيف كانت آثار التعذيب تظهر عليهم ما سميت بصور قيصر وهي اشتهرت عليك أن تتخيل أن 90% من الأمهات اللواتي شاهدنا صور أبنائهم قد حمدنا يعني حمدنا الله عز وجل على هذا يا الله أن أبناءهن قد استشهدوا وأنهم ليسوا إلى الآن يعذبون ويضربون ويجلدون هذا يكون عندما يكون السجن جحيما كالسجن الذي أتحدث عنه في هذه الرواية وهو سجن تدمر فكان هذا الإهداء إلى هذه الأم وهي واحدة من مئات الأمهات اللواتي يتمنين أن يموت أبناؤهن أو أن يصل خبر استشهادهم على أن يبقوا تحت التعذيب وتحت الجلد وتحت القتل عليك أن تتخيل أن إنساناً لمدة خمسة عشر عاماً لم ينفك عنه القتل ليوم واحد أو الجلد أو الضرب يومياً له نصيب من هذا البلاء وهذا العذاب يومياً وعلى مستويات يكفيك أن تعرف في سجن تدمر ما هو التنفس سنتكلم عنه نعم التنفس الذي ليس له أبداً من اسمه نصيب كما قلت في هذه الرواية إلا أنه تنفس النار يا الله وتنفس العذاب وتنفس الجحيم عليك أن تعرف كيف كانوا يحلقون رؤوسهم عليك أن تعرف كيف كانوا يأكلون عليك أن تعرف كيف كانوا يمارسون حياتهم أو تمارس عليهم حياة هي من نوع آخر خارج حدود التفكير ليس لإنسان سوي في هذه الحياة وهذا الزمن الذي نعيشه أن يتخيل كيف يعيش شخص مدة عشرين عاماً هناك من مكث عشرين عاماً في السجن كيف يعيشون دائماً تحت التعذيب والجلد والضرب والركل والشتائم والسباب السيد زنس قد يقول قائل قصص هؤلاء المعتقلين وربما معتقلون آخرون أيضاً يعني منتشر على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي على المواقع وربما هناك أبحاث لحقوق إنسان أو مؤسسات حقوقية يعني اشتغلت على هذا الجانب وكتبت في هذه القصص ووثقتها ربما يقول قائل يعني ما الجديد الذي يحمله أنس دغيم في هذه الرواية متجاوزاً مثلاً ما يمكن أن يؤرخه مؤرخ أو أن يوثقه باحث أو حقوقي ربما التقيت مع كثير من من كتبوا عن أدب السجون في مناطق كتابية مناطق أدبية مناطق إنشائية نعم ولكنني تعمدت أن أتجه إلى الكلمة الأولى فلاسفة سميتهم فلاسفة لأنهم فلسفوا حزنهم يا سلام داخل هذا السجن فلسفوا صمودهم لماذا أنا أصمد؟ لأن بلالاً الحبشي كان صامداً سأله وما صمود بلال؟ قال إنه لم يمنح أمية بن خلف الذي كان يجلده ويعذبه فرصة أنه انتصر عليه كان يواجه جلدات أمية بن خلف بجلد إيمانه كان يواجه سياطة أمية بن خلف بأحد أحد يا سلام إذا أحد تهادت منك مادة على أطراف مكتهم جبال إذا أحد لها أحد فأهون بما تلقاه في الله الرجال يا سلام جروحك يا حبيبي حر نار أمية في لضاها ما يزال يا سلام هكذا كان بلال فلسفة الحزن هي شيء آخر ربما لا يكون في روايات كتبت عن أدب السجون نعم لماذا يا حمود كنت تنظر إلى السجان بهذه النظرة؟ كنت أريد أن أثبت نفسي ولولي دقيقة أنني ما أزال حيا يا الله لماذا كنت أنت تنظر إلى الرقيب الفلاني الذي كان يجردك بهذا العنفوان؟ أريد أن أسرق انتصارا لا أريد لجسمي ولا لروحي أن يحبطا نهائيا يا الله أريد أن أقاوم حتى الرمق الأخير يا الله عندما خرج أحدهم إلى الإعدام قال أريد أن يبقوا على حنجرتي حتى آخر لحظة أخاف أن يبدأ قتلي من هنا أريد أن يظل لصوتي مكان في هذا العالم الساكت هذا العالم الصامت هذه هي الفلسفة التي أردتها في هذه الرواية طبعا أكون مثاليا جدا أو يكون نوع من الفانتازيا كما يسمونها عندما أقول إن كل السجناء في هذا السجن كانوا على هذه السوية لا كان هناك المحبط كان هناك اليائس كان هناك المريض كان هناك الذي يفكر كيف ينتحر ليتخلص من كل هذا الجحيم الذي حوله مشاعر إنسانية متفاوتة ومختلطة كان هناك الشيخ هاشم الذي كان يقول لهم نحن من أتباع ذلك النبي الذي لم ينسى انكساره حتى وهو يسمع تخوف النملة من سطوته إذن كان هناك من صمدوا صمود بلال وربما أكثر نعم نعم صحيح يعني بلال كان يواجه صخر مكة بطحاء مكة الذي يوضع على صدره بهذا العنفوان وهذا الإيمان وهناك من كانوا كذلك كانوا في هذا الجحيم يحفظون آيات من القرآن كان حمود يحفظ سبعة أجزاء وكان عادل يحفظ جزئين وكان الشيخ هاشم يحفظ القرآن فالذي يحفظ يعلم من لا يحفظ وهكذا تكتمل الدائرة كانوا يكتبون على لوح الصابون لوح الصابون هذه الأدات التي تساعد على الحفظ وكان يسأل أحدهم أحدهم هل سيكتبوا أدباء السجون أو المهتمون بهذا الأدب عن كل تفاصيلنا هل سيكتبون تفاصيل حواري معك ما هذا التاريخ الذي يكون لوح الصابون أصدق منه هذا في فصل من هذا الفصول وسميته لوح صابون عسى هو يغسل ضمير الإنسانية بصابون صمودهم وهذه الوسائل البسيطة التي من خلالها أرخوا لصمود أسطوري حبذا لو تقرأ علينا ما تحب أن تبتدأ به من هذه الرواية لتضعنا في أجوائها أستاذ أنست تفضل طبعا الفصل الأول كان هو باسم الشراقة الشراقة لها معنى من الألم يضج بالألم في سجن تدمر الذي أتحدث عنه وفي أكثر السجون الشراقة هي فتحة في السقف يراقب منها العسكري طوال الليل المهجع يعني يراقب منها السجناء طبعا هم لا يطفئون الأنوار هناك ضوء خافت ولكن بحيث يرى هذا السجناء وهم يتحركون يا الله ربما تحرك أحدهم ربما لمح سجينا ما وهو يهم بالصلاة ماذا يمكن أن يفعل؟ فقط عليه أن ينادي على مدير القوش مدير القوش طبعا هو سجين أيضا بالعكس هو أكثر فدائية من غيره لأنه هو من سيأتي بالطعام من خارج المهجع إلى المهجع ذهابه إلى الطعام ورجوعه بالطعام هو تحت الصياط وتحت الكرابيج وتحت القتل يا الله لذلك هو فدائي وليس يعني مدير أنه مرفه لا أبدا ليس ذا حظة عندهم أو مقرب منهم أبدا على العكس وإنما ربما يكون الأكثر عذابا في المساجد تماما الأكثر فدائية هو الذي يتصدر لهذا الأمر يعني الشراقة ربما ذهب وهو اللي يحضر الطعام فعاد وهو دم يا الله من رأسه إلى قدمه هذا هو مثلا مدير القوش كان هذا العسكري ينادي على مدير القوش يقول له علم لي فلان علم يعني ضع عليه إشارة ذكرني به غدا فيجرده مئة جلدة أو مئة وخمسين جلدة يا الله يعني بالكرباج يسمونه الكرباج كان الكرباج الرباعي سيط من كبال الكهرباء الأربعة المجدولة عادة أربع كبال يعني يسمونها وهي ثقيلة على الجسم مؤلمة جدا 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 هذا يسمونه الكرباج يعني وهو بالعربية الصوت يعني فيجلده أحدهم عطس مرة فقال لي علم فلان فقال لي مدير قوش علم فلان فجلده مئتي جلدة لم يجرد أنه عطس نعم ربما تقلب أحدهم في نومه في نومه من جنب إلى جنب فيطلب منه أن يعلمه علم فلانا علم فلانا فعندما كانت كان يتناهى إلى سمعهم أن وقع خطى هذا الرقيب الذي فوق قد اقتربت كانوا يهدأون كانوا يسكتون كأن على رؤوسهم الطير عندما يرون أنه ابتعد أنه ابتعد ربما كانوا يتكلمون ربما اقتنص أحدهم الفرصة ليذهب إلى دورة المياه أو التواليت التواليت الذي كان يشاركهم يشاركهم طعامهم وشرابهم وهواءهم يا الله في هذا المهجع عليك أن تتخيل أن هناك أكثر من مئتين ربما في مهجع ينتظر أحدهم أحدهم ليستيقظ من نومه لينام مكانه هكذا كانت حياتهم في هذا السجن أقول لك شيئا وهو حدث معي خاصة وأن كان هناك من أبناء عمومتي من ذهبوا إلى هذا السجن مدة خمسة عشر عاما وستة عشر عاما وأكثر بعضهم ذهب يزورني في دمشق كنت في دمشق أدرس هناك فقلت له تفضل نام ولا تأخذنا المكان ما هو مناسب يعني هو سفنجي عادي فبكأ قال هذه لم أكن أحلم بها يا الله لم أكن أحلم بها سبحانك يا الله خمسة عشر عاما وأنا أنام على سيفي سبحان الله سيفي أن نوم على السيف يعني على الطرف على الجنب نعم على الجنب فعليك أن تتصور يعني على كل حال هذا المراقب من الأعلى كان كما يقول أحدهم كان ظله أطول من قامته بعشر كرابيج يا سلام نعم كان قيفارا يقول إنني أحس على وجهي بألم كل صفعة توجه إلى كل مظلوم في هذه الدنيا لذلك فأنا كتبت هذه الرواية لنوثق هذه الصفعات كان براء يقول الصفعة الأولى جديرة لأن تدير رأسك دورة كاملة براء الذي اعتقلوه من على باب كليت الهندسة الكهربائية في جامعة دمشق فمكث في السجن أربعة عشر عاما براء الذي لم يكن لا في ثورة إلا أنه كان شابا ملتزما وكان يذهب إلى المسجد هذه الصفعة الأولى كافية لتعطي فكرة عن كل ما سيأتي فقد كانت كفيلة لتدير رأسي دورة كاملة قلت له وحياتك أيضا قال أجل فإن رائحة سيارة الديزل أو إن رائحة ديزل السيارة وهي في طريقها إلى سجن التدمر لن تمسح من الذاكرة أردت في هذه الرواية أن لا أقف عند التعذيب كثيرا وأن لا أقف عند الضرب والركل وطرق التعذيب التي تمارس على السجناء ولكن كما قلت لك أردت أن أفلسف صمودهم في هذا المهجة في هذه الزنزانة أن أفلسف حياتهم هم كيف يعيشون أردت أن أنظر إلى السجن من داخله لا من خارجه طبعا الذين كتبوا في أدب السجون هم على نوعين منهم من كان معتقلا ومنهم من نظر إلى السجن من الخارج أنا لم أعتقل يعني أنا كأنس كاتب هذه الرواية لم أعتقل لكنك عايشتهم ولكنني عايشتهم وجلست مع بعضهم وجلست أكثرهم أخذ منهم شهاداتهم الحية أيضا قبل كتابة هذه الرواية تماما خالد العقلة أبو مديان العقلة هكذا نقول له أبو مديان ونسميه ونلقبه بماندلا سوريا ما شاء أمه سجنى 27 سنة يا الله 27 سنة من 1978 إلى 2050 وما يزال قويا ما يزال قويا وما يزال ينادي بالثورة ما شاء الله ولن ينسى أبدا وهو الآن في مخيم في الشمال السوري ماذا عن الفراشة التي حضرت في هذه الرواية هذه حدثني عنها ابن عمي وهو أحد المعتقلين لمدة 15 عاما الفراشة مع عابد هو الشاب ربما كان يدرس الهندس على ما أعتقد من إحدى قرى إدلب سيق في من سيقوا إلى سجن تدمر ولكن هناك محطة يجب أن يمروا عليها وكانت في فرع الأمن العسكري المخابرات العسكرية في دمشق ربما لتحقيقات يعني يجب أن تحصل هناك ثم كانوا يرسلونهم من هناك إلى سجن تدمر نزلوا في هذه الزنزانة قريبا من أسبوع عابد كان يكتب الشعر كان هناك كوة في جدار الزنزانة فجأة دخلت منها فراشة فقال عابد فراشة دخلت سجني بها وجل يا الله يا زينة الروضي هل ضلت بك السبل يا سلام ما هذا الوجع فراشة دخلت سجني بها وجل يا زينة الروضي هل ضلت بك السبل ما في السجون رياض تمرحين بها لكن ما هي للأحرار معتقلوا ما في السجون رياض تمرحين بها لكنها لكن ما هي للأحرار معتقلوا طارت فطار فؤادي إثرها وهوى وكان دون حديد الكوة الأجل وكان دون حديد الكوة الأجل وكيف كان أمره وفعلا كان أجله دون حديد الكوة يا الله سمعه السجان أخبر الضابط بأن هذا قال كذا وعندما استنطقه قال له ما قال فقتلوه في السجن يعني صدق موته بأبياته فراشة دخلت سجني بها وجلو يا زينة الروض هل ضلت بك السبلو ما في السجون رياضا تمرحين بها لكن ما هي للأحرار معتقلو طارت فطار فؤادي إثرها وهوى وكان دون حديد الكوة الأجل يا له من أجل مشرف بقدر ما فيه من حزن ووجع لنتنفس قليلا مثلهم وعاتنا أن تحدثنا عن التنفس التنفس الذي قلت اللي اختلف عن التنفس وقلت هنا في هذه الرواية ليس له من اسمه نصيب التنفس يعني أريد أن أتنفس أريد أن أفرج عن نفسي هذا ما لم يكن يعني كان من أكبر العقوبات هي التنفس في السجن التنفس هي أخراج السجناء من المهاجع ومن الزنازين ومن الزنازين إلى الباحة إلى الباحة التي هي بين المهاجع هذا ما ظننته وتوقعت نعم وهو فعلا كان كذلك ولكن في هذه النصف ساعة التي يكون فيها التنفس لا يكف الجلادون عن ضرب السجناء في الباحة ربما قتل أكثر ربما قتل المئات في التنفس عبر تاريخ هذا السجن المشؤوم جاء أحدهم فقتل سجينا قتل معتقلا ضربه على رأسه ووقع على الأرض جاء طبيب السجن وتأكد من موته جاء من يدعى ماذا فعل رؤساءه جاء من يدعى بفيصل غانم كان حينها مدير السجن تدمر قال من قتله قال أحد الرقباء أنا سيدي مشى فيصل غانم ثم استدرك وعاد فقال قسما بشرفه إذا بتعيد لأحلق لك راسك يا سلام لأحلق لك شعرك ثمن قتل إنسان ظلما وضحك ومضى ثمن قتل إنسان ظلما بعد سنوات من السجن والتعذيب والاضطهاد والاستبداد وكان أقل من ذلك الثمن تهديد بحلق الرأس إذا عاود فعلته تماما تماما لذلك أنه معفي عنها في هذه الجريمة بعد كل جولة من جولات التعذيب عندما كانوا يدخلون إلى المهاجح وكانوا يعني يلملمون جراحاتهم يحاولون أن يداو جراحاتهم من الصياط من الضرب من الركل كان يضحك براء ويقول الحمد لله يعني هذا ما زلنا ضمن نطاق 75% كانوا يقولون له ماذا 75% قال عندما أتيت إلى السجن عندما أتوا بنا إلى هذا السجن قال لهم أحد الضباط نحن مسموح لنا أن نقتل 25% منكم يا الله فحمد الله أننا ما نزال من ضمن 75% مشاهدين الكرام فاصل قصير ومن ثم نواصل مشاهدين الكرام في الوطن العربي يمكنكم متابعة بثين على مدار القمر نيلسات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي كما يمكن لمشاهدين في الأنضول والقارة الأوروبية استقبال بثين على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب أعمودي أهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين ولمن التحق بنا في هذه اللحظات نذكركم الحديث عن رواية فلاسفة في الزنزانة 25 للشاعر والأديب والروائية السورية الدكتور أنس الدغيم حيا الله أستاذ أنس مجددا قبل الحديث عن القصص التي ضمنتها بهذه الرواية الكبيرة بألمها ووجعها حقا ربما أجنح إلى سؤال مختلف روح الشاعر تلح عليك حتى وإن كنت تكتب الرواية حدثني عن هذا النزاع ما بين الشعر وما بين توثيق فلسفة شعراء وأدباء وكتاب والكثير من المبدعين الذين غيبتهم سجون الظلم والظالمين عن هذا الصراع بين التوثيق وبين فكرة الشعر التي ربما كانت تفرض نفسها أحيانا في بعض مواطن هذه الرواية يعني بعيدا عن السجناء أو المعتقلين في هذا السجن أنت تلقائيا في محيط متلاطم من المشاعر هنا تنصهر المشاعر كلها في هذا السجن هنا الروح تعذب كما يعذب الجسد نعم فلكل إنسان روحه لكل إنسان نفسه التي يضغط عليها المستبد ويضغط عليها المستبد حتى يحيلها رمادا هكذا يريد الطغاة وهكذا يريد المستبدون فما بالك إذا كنت تتحدث عن ناس في هذا السجن هم قد يكونون شعراء وأدباء ومنهم روائيون يا سلام يعني مصطفى خليفة صاحب رواية القوقعة وهي ربما تكون من أشهر الروايات التي كتبت عن السجون السورية وبالأخص عن سجن تدمر كان في السجن كان معتقلا لذلك عندما قال عن أحدهم قال لقد انتحر ليذهب إلى الموت أصلا هو كان يعيش ضمن الموت فأين يذهب؟ مصطفى خليفة الذي كتب رواية القوقعة على لسان صديقه الذي كان معه بالسجن وكان مسيحيا على ما أعتقد صديقه نعم تماما الذي تحدث عنه كان صديقه مسيحيا نعم لذلك هناك كان مثل عابد الذي ذكرناه كان شاعرا قصيدة هاشم الرفاعي المعروفة أيضا هذه كتبها على لسان صديقه أبتاه ماذا قد يخصه نعم كان في سجون جمال عبد الناصر وكتبها على لسان صديقه الذي كان إعدامه غدا سينفذ فيه حكم الإعدام غدا فأراد هاشم الرفاعي على لسان صديقه أن يرسل رسالة إلى أبي أبتاه ماذا قد يخط بناني والحبل والجلاد ينتظراني وسميت هذه القصيدة برسالة في ليلة التنفيذ أبتاه ماذا قد يخط بناني والحبل والجلاد ينتظراني هذا الكتاب إليك من زنزانة صخرية مقرورة الجدران لم تبق إلا ليلة أحيا بها وأحس أن الظلامها أكفاني يا الله ويهدني ألمي فأنشد راحتي في بضع آيات من القرآن هذا ما دعاهم إلى الصرح كأن هذا الحبل ما صنعته في هذه الربوع يداني صنعوه في بلد يشع حضارة وتضيء منه مشاعر العرفان هذه القصيدة التي يقول فيها إن احتدام النار في جوف الثرى أمر يثير حفيظة البركان وتدفق القطرات يأتي بعده سيل يليه تدفق الطوفان يا الله عظيم نعم هذه القصيدة التي يقول فيها هاشم الرفاعي أبتاه إن طلع الصباح على الدنا وأضاء نور الفجر كل مكاني وسمعت أنغام التفاؤل ثرة تجري على فم بائع الألباني وأتى يدق كما تعود بابنا سيدق باب السجن جلاداني يا الله وأتى يدق كما تعود بابنا سيدق باب السجن جلاداني وأتى يدق كما تعود بابنا سيدق باب السجن جلاداني ما أقصاها وأكون بعده نيهة متأرجحا في الحبل مشدودا إلى العيداني يا الله وإذا سمعت نشيج أمي في الدجا تبكي شبابا ضاعف الريعان وتكتم الحسرات في أعماقها ألم توريه عن الجيران فاطلب إليها الصفحة عني إنني لا أرتجي منها سوى الغفران ما زال في سمع رنين حديثها وكلامها في رحمة وحنان أبني إني قد غدوت عليلة لم يبق لي جلد على الأحزان فأذق فؤادي فرحة بالبحث عن بنت الحلال ودعك من أسياني هذه القصيدة التي يختمها بقوله وإلى لقاء تحت ظل عدالة قدسية الأحكام والميزان لابد أنها عدالة ماضية وفيها نفوس المظلومين راضية لذلك كان أحدهم يقول في هذا السجن مصطفى المتفائل دائما كان يقول وأحمل ليلا على كاهلي وأشرق شمسا وأسمو هلالا وأصنع من لسعات الصياطي سهاما ومن صرخاتي نبالا لأن الطريق طويل طويل جعلت الأمان طوالا طوالا سألته وهل الطريق طويل أجاب بالتأكيد ولكن الغايات أطول هل تسلي نفسك بهذه المثالية؟ الغايات ليست للتسلية لأنها من أعمال القلب والقلب لا يتسلى إذن فإنك تنسي نفسك آخر وجبات التعذيب التي تشاركنا فيها أنا وأنت على العكس من ذلك يا صديقي فالطموح والإصرار مدفوعان بهذه الذكرى الموجعة فلماذا أنسى؟ قال له إن كل ضربة كرباج تجعلني أكثر إصرارا وكل ركلة تفتح عيني على المدى أكثر وكل قطرة دم تنزف مني تحت صياطهم تجعل قلبي أطول عمرا ورمحا إن الأظافر التي لا تتكسر مرة ومرتين لن تقوى على التجذر أكثر ما هذه الأنفة؟ هذه الهمة؟ هذه العزة؟ هذا الجلد الذي كانوا يأتزرونه؟ يوالله يعني يذكرنا كلامك واستفسارك عن أبيات لمحمد محمود الزبيري عندما خرج من السجن الشاعر يمني الشهيد خرجنا من السجن شم الأنوفي كما تخرج الأسد من غابها نمر على شفرات الصيوف ونأتي المنية من بابها يا سلام نمر على شفرات الصيوف ونأتي المنية من بابها ستعلم أمتنا أننا ركبنا الخطوبة حنانا بها هل ستعلم هذه الأمة فعلا أنهم ركبوا الخطوبة حنانا بها أم أنها ستنسى؟ لا لن تنسى ما دام هناك من يوثق ما دام هناك من يقول كلمته ما دام هناك من يقول لا لهذا الطغيات قصص لا بد من التوقف عندها لا بد من ذكرها فيما تبقى من وقت هذه الحلقة من بيت القصيد وترى أنها تستحق أن تذكر حتى تشجع القارة أيضا على اقتناء هذه الرواية والوقوف على الكثير من مضمونها العالجة كان يتغنى براء في بعض الأحيان والذي تفتش عن أبيك بحرقة وسرى لهيبا في الضلوع نداء وأبوك في رمل الصحارى غائب في قرية سكانها الشهداء يا الله في قرية سكانها الشهداء هذا البراء أحد المعتقلين نعم براء السراج شخصية واقعية وهو الآن في أمريكا وله رواية من تدمر إلى هارفرد فبعد أن خرج من سجن تدمر ذهب إلى هارفرد ودرس في هذه الجامعة العريقة والآن هو من أطباء القلب المعروفين هناك في أمريكا نعم أو أنه في السجن ينتظر الردى بعزيمة ما فلها الأعداء سينظرون كثيرا من الكوة التي كانت تشرف على رقم خمسة وعشرين هذا كان لزنزانة انفرادية كان يؤخذ إليها المحكوم عليه بالإعدام لتجهيزه هناك فأردت من هذه الرواية أن تكون فلاسفة في الزنزانة خمسة وعشرين كثيرون من هذا المحكوم أي الليلة التي تسبق لحظة تنفيذ حكم الأعداء نعم تماما عطى شخصية حقيقية وربما كانت إعدامات بلا أحكام أكثرها محكمة ميدانية محكمة عسكرية كان في كل أسبوع ينصب أكثر من خمسة وأربعين مشنقة في الباحة الرئيسية الذين تحدث كل السجناء عنها فكانت هناك المهاجع المهجع السادس والمهجع الخامس المهجع الثامن والمهجع السابع المهجع تساطعش عشرين واحد وعشرين المهجع الخامس والمهجع السادس هنا ضربت أول قنبلة في مجزر التدمر مجزر التدمر الذي قام بها رفعت الأسد وقتل فيها ثمانمائة وخمسون يا الله إنسان بريء إنسان مدى كلهم أطباء مهندسون علماء مفكرون قتلوا في هذه المجزرة مجزرة سجن تدمر المعروفة في يوم واحد بل في ثلاث ساعات من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية عشر من يوم الجمعة نعم ربما يقول قائل أو يوجه سؤال لكاتب هذه الرواية دكتور أنس دغيم ويقول أنا مللت حديث الموت مللت حديث الألم لماذا تريد منا أن ننغمس فيه؟ هل الفكرة هي تجييش الغضب داخل الناس؟ أم أنها تتجاوز ذلك وتتجاوز فكرة التأريخ للتذكير بأن هناك من ظلم وهناك من يجب عليه أن يرد الظلم عن كثيرين ربما تكون لديهم قصص ومغيبين مثل هؤلاء تماما أولا من حق من ظلموا أن نحفظ قصصهم وأن نرويها للأجيال من حقهم من حق من ظلموا ولم يستطيعوا أن يكتبوا كلمة واحدة أو أن ينبسوا ببنت شفا أن نقول للأجيال عنهم أن نقول للأجيال كيف صمدوا من أجلنا وأن لا نتذرى بفكرة أننا منلنا حديث الألم نعم كان هناك في هذه الرواية من يقول ما يواسيني ويعزيني أنني أحمل الألم عن غيري خارج السجن ربما كانوا سيأخذون عشرة من عائلتي أو عشرين من قريتي أو ثلاثين من القرى المجاورة فإذا كان هذا المظلوم نعم أنا كنت أنوب عنهم هذا المظلوم يحمل هم من هم غير أسرا ثم عندما أنا أقول عن الموت هنا ويتحدث عن الموت فلكي ننقذ أنفسنا من موت آخر وأننا لم نكن يوما هوات دم لكن هويناه حتى لا يضيع السداء وحتى نتذكر أن هناك مغيبين في سجون يعيشون حياة لا يستحقونها لأنهم أهل لحياة العزة والكرامة بينه وغاني ذويهم نعم وما زالوا أنه أعتقل الذين يذوقون الموت كل يوم ألف مرة ووصيتهم لمن يخرج مولودا من أتقله أذكرون عند من يمكن لهم أن لا ينسونا وأن يقفوا إلى جوارنا ويؤازرون نريد قصيدة الآن الوقت دهمنا ومر سريعا ونحن في رحاب هذه الرواية المتعبة حقا المرهقة كثيرا والتي أرهقتك أكثر لكنها كما قلت تذكر فأن الذكر تنفع وتؤرخ أنا جربت ما يشبه الاعتقال يومين فقط وكتبت هذه الرواية يا الله يومين ولم يكن اعتقالا كان تحقيقا من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء فما بالك بمن سرقت أعمارهم وحياتهم في فرعل العسكر في حمص خلال الثورة السورية كان يأخذني المحقق بكل خسة يتنقل بي بين غرف التحقيق كنت أسمع أصوات من يعذبون أجلسني في مكان أسمع منه أصوات من يعذبون تحت الأرض من القبو تحت الأرض فقلت من غرفة التحقيق حتى غيرها يكفي لتعلن ثورة مأساة يكفي لنعلن جرحنا العربية في وجه البلاط وتبدأ الثورات الثورة الكبرى تمرد شاعر يغتاله باسم الولاة نحات هي لا إذا النعم الدنيئة بايعت في مجلس نوابه عاهات الثورة استحضار آخر قطرة من ماء غيم لم يقله ولاة لتشف عن شوق السنابل للمدى المفتوح لا سجن به وطغات قلت هي لا إذا النعم الدنيئة بايعت في مجلس نوابه عاهات الثورة استحضار آخر قطرة من ماء غيم لم يقله ولاة لتشف عن شوق السنابل للمدى المفتوح لا سجن به وطغات سنظل رغم الجرح نعلن ضوءنا إما الشهادة أو تعز حيات ويظل طفل دون عشر واقفا من حوله تتقزم القامات يشدو ويكتب فوق جدران المناء أحلامنا وتقاتل الكلمات وتقاتل الكلمات ونواصل القتال بالغلمات غزل البنات بين موتين واقف كالحيات يا سلام وقفة الكحل في عيون اللواتي بين موتين واقف كالحيات وقفة الكحل في عيون اللواتي قلت للخوف لا وكنت كبيرا حينما قلتها كبيرا بذاتي لست موسى لكنني كنت أدرا حين ألقوا عصيهم بعصاتي كانت الشمس تملأ العين حتى غاب عن مقلتي خيال الطغاة يا السلام إنني ها هناك وجها لوجه كالصواري أمام زحف الغزاة من هنا كانت البداية كانت من هنا والهناك محض التفات شجرات السرو العتيق وشيء من غبار القرى وغزل البنات كان كل الذي تبقى لجيبا لم يجرب نبوءة الأمنيات وتمنى فقيل للأرض كوني حيثما كان أذني للصلاة وتمنى فقيل للأرض كوني حيث كان وكان أذني للصلاة وكبرنا وكانت الأرض خجلا من حفات ليسو ككل الحفات جميع كان للفقر عندنا رأس مال من سمو وثروة من ثباتي خبرتني أمي بأن صغيرا سوف ينمو كسنديان السرات خبرتني أمي بأن صغيرا سوف ينمو كسنديان السرات ودعتني بقبلة ثم قالت يا ابن قلبي ويا أبا المعجزاتي أنا ربيت كل شبر بنذر كل شبر فلا تمت موتشاتي عظيم كيف يا رب والغرور كبير كيف ترضيه عيشة من شتاتي كيف من كل هذه الأرض أرضى بلجوء وخيمة وشتاتي كيف يا رب والغرور كبير كيف ترضيه عيشة من فتاته كيف من كل هذه الأرض أرضى بلجوء وخيمة وشتاته هذه الأرض للصغار صغير كل من لم يطهر وراء الجهات هذه الأرض للصغار صغير كل من لم يطهر وراء الجهات شيعتني قوافل الريح قبري من سماء وتربتي من سماتي حين مرت جنازتي صاح شيخ خبئ القمح للسني العرات سيزور الجوع القديم بيوتا ويعر القرى من الطيبات سيجوع الأطفال في أرض تعز وتنام البطون من غير قات والفرات الذي سقانا زمانا سوف يضمى وفيه ماء الفرات ستحابي بغداد نصف رخيص لتعيش الحياة نصف حياتي يا الله أعد إنني أعد أعد شيعتني قوافل الريح قبري من تراب وتربتي من سماتي حين مرت جنازتي صاح شيخ خبئ القمح للسني العرات سيزور الجوع القديم بيوتا ويعر القرى من الطيبات سيجوع الأطفال في أرض تعز وتنام البطون من غير قات والفرات الذي سقانا زمانا سوف يضمى وفيه ماء الفرات ستحابي بغداد نصف رخيص لتعيش الحياة نصف حياتي إنني يا دمشق أفقد أمي كل يوم يا أجمل الأمهات قلت خلف الجبال تحرص ظهري إذ بها كلها جبال رماتي يا سلام قيل هاد فإن خصمك ذئب قلت أدعوكم لحمل رفاتي يا الله قلت أدعوكم لحمل رفاتي وربما هي ذاتها خلاصة هذه الرواية إذا لم يتحرك ذو الضمائر بحق فنحن للأسف سنكون على موعد ما حمر رفات هؤلاء الأبطال الذين يستحقون حياة كرامة هذا تود أن تقول في ختم هذه الحلقة ليس فقط عن هذه الرواية وإن معنى هؤلاء الأبطال الذين عايشتهم ما بين سطورها وهم أبطال حقيقيون سواء خلف القطبان أو ربحوا الحياة وانتزعوا حريتهم من بين شدقي الأفاعي أريد أن أقول أن لا ننسى لأن هناك في طرف آخر وفي مكان آخر حياة تضج بالحرية حياة تضج بالمشاعر هذه الحياة هي في السجون علينا أن ننقل نبضها إلى أجيال تستحق أن تسمع عن هؤلاء الأبطال ومن أبطال يستحقون أن يسمع عنهم وقبل الختام ربما كان هناك كلمة من أجل سوريا أو من أجل كل الأحرار الذين لا يزالون يتشبثون بحلم الحرية ربما كان هناك كلمة أو رسالة أو لا تصالح ماذا تقول؟ علينا أن نقول لا تصالح لا تصالح قاتلك لا تصالح فما لغيرك قلب يسقط الزير أو يقوم كليب ليس إلا كمن يرد الضواري انطغى ظالم وأوغل ذئب ليس صعبا جوع الكرام ولكن نحن أدرا عيش المبادئ صعب ليس صعبا جوع الكرام ولكن نحن أدرا عيش المبادئ صعب إذن عيش المبادئ صعب يستحق الثمن ويستحق دفع الضريبة ولأن القضية حياة يجب أن نعيشها لأن الحياة جديرة أن تعاش الحياة جديرة أن تعاش وهذا الموقف يستحق أيضا أن يعمد بما الذهاب أقولها مقتنعا لا مجاملا ولا محابيا للأمانة أستاذ أنسد غيم قصيدة رائعة ونصيحة في محلها تلك التي وجهتها لمن يهمهم هذا الأمر لا تصالح وفي الختام من أجل هؤلاء الفلاسفة أمنية أنسد غيم الشخصية أن نكون أحرارا وأنا قلتها وقلتها في هذه الرواية أول ما فتحت عيني على هذا العالم رأيت الطائرة على غصن لا داخل قفص وسمعت أذناي أول ما سمعت متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا وقلتها أنا مدين لذلك البوح الخالد في عروق الحياة دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي تركتها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض من أجل الحرية يجب أن نستمر كل أملي أن نكون أحرارا وما قيمة الحياة لو لا حلم الحرية المنشود والذي سيتحقق بإرادة كل الأحرار الذين لا يزلون قابضين على جمرة الوفاء لأرض لا ينسونها حتى وإن هجروا منها عنوى حتى وإن سجنوا في أقبيتها وغيبوا تحت الأرض طوابق عديدة في ختام هذه الحلقة ظل أن أشكرك على هذه القراءة في الرواية وعلى القراءة الشارية التي أتحفتنا أن سمعتنا إياها في النهاية حياكم الله شكرا جزيلا لكم أعزائنا المشاهدين على هذه المتابعة وإن شاء الله يتجدد لقاءنا وإياكم رفقة شعر آخر في الأسبوع المقبل وحتى ذلك الحين لكم مني أطلب التمانية دائما كونوا في رعاية الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة